تفسير رؤية حلب الجموس في المنام رؤية الرجل المتزوج حلب الجموس في المنام يدل على منافع كثيرة وكذلك شرب الحليب في المنام يدل على حمل زوجته والله أعلم رؤية الشب الأعزب حلب الجموس في المنام وشرب اللبن دليل على الزواج بإذن الله وفي حار رأت المرأة المتزوج حلب الجموس في المنام يدل على رزق كثير قادم إليها والله أعلم إذا رأى الحالم الجموس ينطحه في المنام يدل على التغيير الحال من السوء للخير والله أعلم رؤية نطح الجموس في المنام يدل على التحول من الضيق لليسر بينما يدل رؤية نطح السور في المنام على ترك العمل أو الطلاق والله أعلم عندما يرى الرجل المتزوج الجموس الأسود في المنام يدل على الخير الذي يحصل عليه والله أعلم يكون دليل على المال الوفير الذي يناله الرأي بينما إذا رأت المرأة المتزوجة الجموس الأسود في المنام يكون دليل على عدم الاستقرار والراحة في الحياة حيث والله أعلم يكون دليل على مرور المرأة بفترة غير مستقرة في حياتها إذا رأت المرأة المطلقة الجموس في المنام قد يدل على الخير القادم إليها كما تشر رؤية زبح الجموس للمرأة المطلقة في المنام على مرورها بعام من عمرها هضرا ولكنها تنال خيرا بعده بإذن الله كما تشر رؤية المرأة المطلقة إطعام الجموس على الخير والسعادة القادمة إليها بإذن الله والله أعلم